هذا اكثر جهاز سألوني عليه وقال لولي يسوي له مراجعة وشنو رأيك بيه يشتريه او يستحق الشراء او لا السلام عليكم شباب وياكم مرتضج لحاوي بعد التجربة الشخصية لهذا الجهاز راح انقل لكم بكل امانة شنو الاشياء اللي شفتها بهذا الجهاز ممكن اني ما اعتمد على الارقام لكن بالنتيجة راح اذكر لك التجربة الشخصية اللي صارت وياي على هذا الجهاز هذا جهاز التكنو اسبارك 10 برو هذا جهاز كتصميم الشاشة جدا حلو حقيقة حوافة جدا صغيرة اما بالنسبة للظهر الظهر اكثر شي الناس حبته ماك واحد شاف هذا الجهاز وما حباه حقيقة ماك واحد ماكو اثنين اختلفوا انه هذا الجهاز واحد من التصاميم الممتازة السعرها جدا مناسب اما بالنسبة للكاميرات العدسات عدسة اساسية هي 50 ميجا بيكسر العدسة الثانوية اما الثالثة هي مو عدسة هي فقط افلاش والظهر هنا ناعم بس بشكل الخشن مع التطريزة اللي التكنو اسبارك يعني هذا الجهاز واحد من تصاميم الظهر حلو مع انه الاطار راح يكون مستطيل وخفيف ونحيف فرح يكون واحد من الاجهزة اللي يشبه الايفون حرفين لكن شوية الراد لا يعرض ليش لان هذا الجهاز 168 بالطول اما وزنه 208 غرام يعني لو شوية مخلينا بالعوض ممكن يكون ايفون رسميا هذا الجهاز ما اختلفوا عليه اي شخص شافه ما اختلفوا عليه انه واحد من افضل التصاميم الموجودة من شركة تكنو سعرها شقيت سعرها 135 دولار ذاكرة 128 ما يقارب الـ 23000 عراقي اما الـ 225 ألف عراقي بالنسبة لذاكرة 256 اذا اتحب الذاكرة الكبيرة الرام راح يكون 8 غيقة مع 8 غيقة اضافية بالنسبة للذاكرة الداخلية راح يكون عندك مجمع 16 غيقة اذا اجينا المواصفات الجهاز هذا جهاز يجينا بشاشة مقاس 6.8 من نوع ABS LCD بمعدل تحديثي 190 هيرز وللأمانة الشاشة ما شفت بها مشاكل الاضاءة جدا حلوة بها الالوان جدا حلوة بها ما بها نوع من الظلام حتى بالاضاءة العالية ما شفت معانات من عدها على الاضاءة وقدر استخدم الجهاز عدد البكسلات هنا 395 بكسل بالانش الواحد ما شفت اي مشكلة باستخدامي لهذا الجهاز هذا الجهاز يجينا بدقة الفول HD بلاس مع انه هذا الجهاز راح يكون ما مغطاة بطبقة حماية غوريلا غلاس ولا مقاوم للماء والغبار يمكن ذول سعلوني او سؤال ايجاني على هذا الجهاز اما بالنسبة للنظام هذا الجهاز يجي بنظام الاندرويد 13 مع واجهة الهاي او اس من تيكنو الـ 12.6 اذا تسألني يجي تحديثات نعم يجي تحديثات لان هذا الجهاز يجانب نسخة عالمية تجي كل التحديثات اللي تنطرح على نفس هذا الجهاز مع المعالج من ميدياتيك هو G88 واحد من المعالجات تقدر تقول القديمة لكن ينطي اداء حلو مع السعر المطروح به للامانة هذا الجهاز انا باستخدامي الى تعليقات ماكو تهنيقات ماكو اشياء صعبة بالنسبة للجهاز ماكو لكن باستخدامي من استخدام استخدام قوي واستخدام العاب وافتح برامج بالخلفية وممكن اخلي شغلي فقيل عليه او متوسط ممكن اشوف بعض اللاقات بعض التعليقات اللي هي جدا عادية موجودة على اغلب الاجهزة لكن اذا اذكر لك اياها ممكن بعد مراجعتك او مشاهدتك لهذا الفيديو ممكن تشتري الجهاز او تقرر تشتري الجهاز التعليقات والتهنيقات موجودة لكن جدا قليلة بالنسبة للإستخدام الضعيف اما بالنسبة للإستخدام المتوسط وفوق لا رح يعلق ويهنق عندك وممكن ما تتحمل الحالة فبما انه مو انه حبيت شكل الجهاز انه رح يكون كل شي بواو لا كجهاز للاستخدام الاقتصادي نعم اشتري اما الاستخدام متوسط فوق المتوسط لا هذا مو من خياراتك نعم اذا اجينا لعبة بوب جي هذا الجهاز شلونه بلعبة بوب جي نعم للامانة اكو تساقط الفريمات اكو بعض اللاقات اكو اشياء ما يسيطر عليها مرات حتى يخرج لك من اللعبة يعني الجي 88 مو هلقيت قوي بالالعاب اش قد يشغلك عدسة فريمات شغلك 40 فريم بالمرتاح بنسبة للسلسة نعم هذا الجهاز اذا اجينا بشكل عام للأداء رح يكون اداء جدا حلو مع السعر المطروح به اما بالنسبة للكاميرات هذا الجهاز يجيني مع عدسة اساسية 50 ميجي بكسول عدسة اضافية والشكل الثالث لا يغرك انه هذا شكل مو عا كاميرا هذا الشكل فقط افلاش هذا الجهاز للامانة شنو كامرته اداء وضع الكاميرا عنده ياخذ لك صور حلوة فيديو حلو درجة الحلو منش قد من مقبولة يعني من خمسين الى ستين او من خمسة الى ستة بالعشرة الكام الصور اللي انطانيها حلوة حقيقة مع ما اكو بعض البيض اكو بعض الاشياء اللي ما مرغوبة بالنسبة للصور الجهاز اما بالنسبة الفيديو الفيديو ماكو بمثبت بصر حتى لو مثبت بصري موجود بي ما اشتغل صحيح عندي فمثبت بصري اذا ما تريد تعتمد عليه فماكو مثبت بصري اكيد اوكو اوتوفوكس ما موجود بهذا الجهاز تلقائي. هذا جهاز بالنسبة للكاميرا تقدر تنطيها من مقبولة الى ستة بالعشرة يعني من مقبولة الى متوسط. فكامرته ما بين ارضتني ما بين ما ارضتني بعض الصور زينة اقول بعض الصور لا اقول مو زينة. فكامرته ما بين البين لكن ما تقدر تعتمد عليها اعتماد قوي اذا انت من هواية التصوير او تستخدم التصوير بشكل اساسي عندك للجهاز. هذا الشيء. الشيء الثاني بالنسبة للكاميرا الامامية. الكاميرا الامامية ما هضمت موضوحه. ما انطتني صور حلوة. وجه معبس. سواد موجود. بياض موجود. ما ترتيب بالالوان. دقة ماكو. كواليتي بالصورة ماكو. فيديو ما عجبني نهائيا. فبالنسبة للكاميرا هذا الجهاز مو افضل شي موجود بي. بالنسبة للبطاري هذا جهاز يمتلك بطارية خمس تالاف ملي امبير ويدعم الشحن السريع ثمانتاش واط. وما اخفك ثمانتاش واط. جدا ضعيفة حاليا مع اللي انت مجرب المية والمية وعشرين واط. والسبعة وستين واط. فعندك الثمانتاش واط. حالة من حال الشحن البطيء بالنسبة لخمس تالاف ملي امبير. راي عبرك ساعتين ونص. ممكن حتى عبر ساعتين ونص يكمل شحن. معرف ليش حسيت انه الجهاز جدا بطيء بالشحن مع ما هو موجود ثمانتاش واط. ومع السعر الموجود بهذا الجهاز كي تقدر تتغاضي النظر عنها ليش ان ثمانتاش واط كلش حلو بالمية وخمس و ثلاثين دولار. وتوقع ما تحصلها اذا حصلت في الشيء جدا قليل. فهذا الجهاز بالنسبة للسعر اذا تريد تخلي بقالب السعر مع قالب مواصفات. هذا جهاز يستاهل سعره وزيادة. يعني هذا الجهاز لو كان سعره مية وخمسين دولار. نعم يستاهل سعره. نعم مية واربعين دولار يستاهل سعره. فهذا الجهاز كخلطة مواصفات مع سعر يقدم لك تجربة جدا حلوة بالنسبة للجهاز. اما انت من اللي يقدر يشتري هذا الجهاز. كل شخص يقدر يشتري هذا الجهاز يستخدم الجهاز من اقل من متوسط من ضعيف الى متوسط. حتى ما متوسط لا اقل لك ما يفيدك هذا الجهاز لازم تعبره وتاخذ غير جهاز بغير معالج. اما كاستعمال اقل من المتوسط. استخدام ضعيف. مثلا تستخدم الانترنت تفيد اربع ثلاث ساعات باليوم. ويتصالك وهي الاشياء ومورك طيبة. الجهاز ما بي اي مشكلة. اما تستخدم اكثر من هذا. ممكن راح تشوف تعليقات وتهنيقات بالنسبة لهذا الجهاز. اما بالنسبة اذا تستخدم العاب الاربعين وفرايم ممكن كافيات اليك. ممكن يصير عندك بعض الاشياء تلك باللعبة. لكن كل هذا انت راح تتنازل عنه او تقدر تقول تقبل به. ليش? لانه هذا الجهاز باعتباره سعره جدا نرخيص. فانت بعض الاشياء تتنازل عنه لان سعر الجهاز كلاش نرخيص. بشكل عام هذا الجهاز واحد من افضل الاجهزة يقدم لك سعر حلو مع المواصفات الموجودة به. المعالج جي ثماني وثمانين بطارية خمس تالاف والكاميرا خمسين ميجي بيكسول. والتصميم الاكثر الناس حبت هذا الجهاز على التصميم. اللي يشبه الايفون والشاشة اللي موجود بها ثقب. بالنسبة الكاميرا الامامية. نعم هذه مغريات. انا بالنسبة لي دققت لك بالتفاصيل اللي شفتها بالتجربة. على موض انت من تخذ الجهاز عندك خيار كامل او عندك معلومات كاملة على هذا الجهاز. شنو الاشياء اللي راح تحصلها به. لا تخذ الجهاز وتنخدع بان بس شكله حلو. انه راح تعبالك كل الشي الاشياء الموجودة به حلوة. ممكن اكو اشياء ما تعجبك. ممكن اشكو اشياء تعجبك. اكيد انت بعد ما شفت هذا الفيديو راح تقرر انه هذا الجهاز راح يكون يخدمك او ما يخدمك. حسب استخدامك الجهاز. انت بعد راح تقرر هذا الجهاز راح تشتري او ما تشتري. نهاية الفيديو. هذا واحد من افضل الاجهزة اللي يقدم لك مواصفات مع سعرها ال 135 دولار او 150 دولار. نهاية الفيديو. لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة. وياكم ارتضى جليحاوي وفي امان الله. تحياتي لكم.